اشتركوا في القناة مؤكدا سموه بان هذا التكريم مستحق لسمو امير الكويت فهو قائد التنمية الانسانية وسجلت الكويت الشقيقة في عهده العديد من الانجازات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تعدى نطاقها الحيز المحلي الى الاقليمي والدولي كما ان دور سموه بارز ومشهود في خدمة الاقتصاد والتنمية الاقليمية والدولية داعي سموه المولى ان يديم على دولة الكويت الشقيقة الانجازات التي يفخر بها كل عربي وخليجي في ظل القيادة الحكيمة لامير دولة الكويت الشقيقة